بنوك وشركات كبرى تعلن إفلاسها وعلى النقيض تظهر من العدم شركات تتبع قيادات حوثية لتبتلع ما أمامها وتتعملق على حساب غيرها وجه واحد من الأوجه القبيحة لمخطط إيراني يقوم على إحداث تغيير جذري في اقتصاد الوطن لتصبح مفاصله وشركاته العامة والخاصة بأيد إيرانية الهوى والهوية لا يعنيها بحال تصعد المأساة الشعبية مخطط إيراني بات مكشوفا يرى الشعب تفاصله أكثر وضوحا يوما بعد آخر وفيما ينفذ الحوثيون المخطط مستمتعين بالإثراء الطارئ والفاحش الذي ينعمون به كل ممتص مزيدا من أموال الشعب ترتفع تحذيرات كثيرين من واقع يتجاوز ما آلت إليه العراق من يد إيران إن لم يتحرك الجميع لاستنقاذ اليمن وإنقاذ المنطقة الآن وبحسب اقتصاديين فإن كل جريمة جديدة يرتكبها الحوثيون بحق الوطن والشعب تجعل من التآخر في استنقاذ ما تبقى من يده مشاركة له في جريمته الجريمة التي لا يبدو أن لها حدا تنتهي إليه أو تتوقف عنده فبعد إفلاس شركات وبنوك جراء النهب ولغة الفوهة المصوبة نحو التجار تتوالى الأخبار التي تؤكد أن استهداف التجار عمل ممنهج يهدف لنهب المال وتحقيق السيطرة الإيرانية على كل شيء وترك الشعب تحت رحمة ميليشيا الموت في جميع جوانب الحياة ولعل من أحدث الجرائم الحوثية في هذا السياق ما أشارت إليه مجموعة هائل سعيد أنعم عن إيقاف العمل في مصنعها لتكرير السكر بمدينة الحديدة جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي وحجز باصات النقل الخاصة بالشركة واعتراض سيارة مدير الشركة واختطافه وهي جريمة كسابقاتها من جرائم الحوثيين ستلقي بظلالها السوداء على حياة ملايين فكل اعتداء على مستثمر يدفع الشعب ثمنه المر والاكتفاء برصد ما تقم به ميليشيا إيران خطيئة قاتلة تترجم قول العرب قديما أوسعتهم شتما وأودوا بالإبل لكن ميليشيا إيران لن تذهب اليوم بقطيع من الإبل إن تأخر الحل بل ستذهب باقتصاد وطن ومستقبل شعب ومنطقة ترجمة نانسي قنقر